انا ام امين شاريز المقتول والمغدور على يد الاصحاب دياله في مدينة اقادير اللي معروفة يعني قاعد الناس عارفينش كونه هو شاريز امين الله يرحموه اليوم كانت عندي الجلسة الجلسة اللي فاتت ليه نهار عشرين اللي فات كما كنتوا عارفين ما حضرتش لكن استادة الابراهيمي اللي جزيها بخير حضرت انا ما حضرتش ما اللي دوروا في الصحية الطبيب تخلف عن الحضور يعني استلم السيدعة وكل شي لكن ما جاش متهمة تاني اللي اليوتيوبر اللي في مدينة اقادير في السجن ديال ايتم اللول دار محامي دار الانابة ديال محامي ديالو في هيئة مراكش واليومة الجلسة اللي كانت اليومة طبيب مجاش تخلف عن الحضور ايضا وجلسة النيابة العامة هي لاخرات الميلف واخرات الميلف نهار 24 شهر 6 باش يتم الحضور ديال المتهم اللي في السجن ديال ايتم اللول للسجن ديال عوكاشا وان شاء الله غادي يكون في الجلسة الجاية بإذن سامية العليم هاتش اللي اللي دقال اليوم كنت اليوتيوبر والطبيب اللي في مدينة طالبيضة ما عندي تعالقه بيهم مع دا اليوتيوبر اللي كان كي يعني اول واحد تشجل معايا فاشمات ولدي هو هادك اليوتيوبر فيديو اسمع القضيوات فيديو ديولدي كيموت من بعد اسبوع دار فيديو ما كاملشة اسبوع دار فيديو علينا سبو الشتم وكي هدرف ولدي سكيري ومخلة ما قال انا عمري ما جاوبت معه قلت حسبي الله ونعمال واكيل من بعد ولا كي جي مع المتهم الرئيسي يسيب الاب ديالو في محكمة من بعد كي يدر علينا فيديووات طيلة المرحلة الابتدائية والاستئنافية رغم ان المتهم رئيسي قاما كينج فهاد هاد اليوتيوبر طلب من هاد لان هاد القضية اللي عندي دباف الدالبيضة عندي النقد والابرام عندي جي قضيات هما في بضياتهم يعني قضيتي وحدة ولكن هما جوش قضايا قضية النقد والابرام ان شاء الله اللي غنكملها وقضية الطبيب واليوتيوبر هاد هاد اليوتيوبر بدون صفة ما كي جينا ما عندنا علاقة به طلب رأي طيبي من هاد الطبيب اللي موجود في الدار البيضاء اللي ما شاف ولدي معين ولدي ما شرح ولدي وقال له عطيني رأيك وصفت له الأوراق غير في الواتساب يعني تصوروا غادي تتعطي انت تتقرير وغادي تتعطي رأي طبي واحد الولي يدميس مقتول ومغضور والعالم كامل عارفوا بان مقتول وتعطي رأي طبي يوتيوبر وطبيب في كازا وغنحيدو حنا يا هادوك الاطباء اللي شرحوا ولدي غنحيدو ذاك تشريح طبي وغنحيدوك الخبرة بان خالي من كوحول ومخدرات ومشارب وكذا وكذا كما عارفين كاملين عندكم الواتيق وغادي نجيو وغنحكمو باتش اللي قال هات الطبيب يعني يوتيوبر وطبيب اللي ما شافش ولدي قضيت ولدي حكمت بهم لا ابتدائيا ولا استئنافيا انا في الول ما فهمت هاش فاشناد المحامي نهار الحكم قال وصق باسمي الصحفي وماشي صحفي لكن قال المحامي قال دي المتهمي قال صحفي جاب لنا واحد رأي طبي ما عند البروفيسور فلان فلاني ورأي طبي وتحطت في قدرة قادر بدون امر قضائي بدون انتداب المحكمة بدون امر من نيابة العامة يعني ما جالس ولكن مع ذلك هذه الوثيقة وورقة تحطت في الاسميتو وتعلل بيها واستئنافيا كذلك اللي هذي كان صدمة ديالي نهار شفتوني في ذلك الحالة لما بغيت او واحد يشوفني في ذلك الحالة لكن الله غالب الله غالب كبتي هذك وولدي هذك يعني انا ماشي غن قد تغير حويجي رنقدر نتعرقي نقدر ننتحر قدم دير لايفون ونموت قدم الناس راول ديها هذك باش تتحسي بالضلم والحقرة وجي يوتيوبر لي ما عندك لا علاقة به لوالو طبيب الضال بيضاء ويتحكم داك الشيارة صعيب شوية الحقرة صعيبة والحمد لله دارت المتابعة الحمد لله بان النيابة العامة دارت المتابعة ديال الطبيب ودياليوتيوبر الحمد لله كالقانون في البلاد رغم كان الناس كيدروك ويضلموك ويحقروك لكن كان الناس نزهاء وشرفاء ما يمكنش انا نقول لك كل شي الناس خيبين الحمد لله دارت المتابعة ديالهم من طرف النيابة العامة لا الطبيب استمعوا ليه البوليس يعني الشرطة استمعت لي بالمحضر ديالو ولا هذك سيد لي في السيجن اليوتيوبر حسبي الله هوني عمال واكيلي ما غنسمحه الى يوم الدين لنا تعدو عليها ودخلوا رأسهم في واحد القضية ما عندهم تعلاقة وتعدو علي وليدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة